السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم محببا بكم في هذا الفيديو بصحة وعافية و أحوال تامة و بطبيعة الحال مع أخر الأخبار و أخر مستجدات اليوم سنتحدث عن واحدة البديرة طيبة من المغاربة القطر تجاه الجماهير المغربية كذلك سنرى المنتخب القطر هو أول المغادرين رسميا من المونديال القطر 2022 و فرحه السرية للجزائر بعد هزيمة الكاميرون أمام سويسرا و خبر محزن للمنتخب المغربي بقوا معي الإخوان شوفوا التفاصيل دائما كنتم منكم أنكم تدعمونا بالضغط على زر إعجاب كذلك دعمونا بالبرتاج و الاشتراك وهذا فضلا منكم و ليس أمرا بالنسبة للمتتبعين الأوفياء فكن شكركم بزاف على التعليق جميلة و على الدعم متواصل جزاكم الله خيرا و دائما تحت شعار الله الوطن الملك و الصحراء مغربية الصحراء في مغربها و المغرب في صحرائه ولا عزاء للحقيدين و عاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالبة إلا الله على بركة الله سوف ندخل الصور بالموضوع و أول حاجة سوف نبدأ بقطر قطر سوف نقول لها إذا كان بيتك من زجاج فلا تضرب الناس بالحجارة قطر تردخ للمجتمع المثليين لكن تمنع دخول عالم الأمازيغ الرجال الأحرار تمنع قطر مقابل دخول عالم الأمازيغ عالم الرجال الأحرار للملعبها صراحة لا ننكر أن المونديال دي القطر في 2022 كان منظم على أعلى المستويات والذي أبهرنا كذلك هو الافتتاح الجميل جدا والتنظيم الجميل و الزوين أيضا في كل بقع العالم نوهوا بما قامت به قطر في الملعب لما منعت راية الألوان ولكن من بعد ذلك جاءت الصدمة قاوية بعد الضغط الكبير على قطر من أصحاب الميم من باقي الدول الغربية اللي جبدو قاعد الملفات ديال حقوق الإنسان جبدو قاعد دوسع ديال قطر وبالتالي إذا كان بيتك من زجاج فلا تضرب الناس بالحجارة قطر تضربت بالعصى اللي كانت تتعملها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط حقوق الإنسان لطالما تغنت بهم في القناة دياله الجزيرة شعار حقوق الإنسان كان شمع كي بتزو به الدول العربية بسبب تأثير السلسلات القناوات الوطنية القطرية الجزيرة على الدول والشعوب العربية وسائل إعلام غربية عرات الواقع ديال حقوق الإنسان في البلد الخالجي بالنسبة القطر هي دولة شقيقة عندها مواقف نبيلة مع المغرب لكن السؤال علش قناة الجزيرة ليومنا هذا ما تتكلمتش علش نوره واقع في إيران علش كذلك القناة الجزيرة ما تتكلمتش على التطبيع مع إسرائيل واللي اليوم فتحوا خطوط مباشرة من الدوحة تجاه تل أبيب سيادة على فتح مكتب ديبلوماسي في الدوحة الآن سنتقلوا للمنتخب القطري المنتخب القطري اللي هو أول المغادرين من كأس العالم اللي منظم بقطر 2022 بعد الهزيمة الثانية من طرف المنتخب السنغالي ربما هذا المنتخب يعني قلة التجربة أو التجربة هي اللي كتنقص المنتخب القطري أو الدعم الدولة اللي هو كل منحوسة وكذلك كان عوامل أخرى بالنسبة للهزيمة أهمها الزيارة ديال عبد المجيد الرئيس الجزائري إلى أو لبلد الافتتاح لقدم وقدم شؤم على أي دولة وطرقوك حلا فيما يمشي كي يخلي نحس مورا الآن سنتقلوا للمنتخب المغربي الوطني وخبار بصراحة محزن لبنسبة الجماهي المغربية وكذلك محزن للمنتخب المغربي إصابة ناصر مزراوي لاعب المنتخب المغربي بتورم في العظم العلوي للورك وبالتالي الغيابة عن المقابلة من المنتخب المغربي وهذا بطبيعة الحال ضربة موجعة بالنسبة للمنتخب المغربي وكذلك بالنسبة للجماهير المغربية ومن هذا المنبار نتمنى الشفاء العاجل للعب وبالرجوع السريع للمنتخب المغربي نهال لحد الأخوان أو يوم الأحد تكون المقابلة قوية جدا وتكون مصيرية أقل الشيء يكون تعادل للمنتخب المغربي باش إن شاء الله تكون لنا حدود ننتقل المغربة المغربة المعروف عليهم الكرب الجود الجماهير المغربية وفي بادرة رائعة من الجالية المغربية اللي مقيمة بقطر اللي فتحوا البيوت ديالهم للجماهير المغربية مجانا يعني هادوك القديمين أي الجماهير القديمة من المغرب اللي يلقوا صعوبة باش غادي يلقوا مسكن أو يلقوا يعني مكان في الفنادق نظرا للحجوزات الكبيرة اللي توصلت بها المؤسسات الفندقية القطرية وتزمنا مع كأس العالم هاد البادرة الرائعة من المغربة مشي جديدة لنا ومشي جديد ولكن بينات المستوى الحقيقي للشعب المغربي الراقي للشعب المغربي المضياف اللي اعتواوا واحد سورة رائعة على الشعب المغربي كذلك المغرباد من بكل ح100 من بعد normale من بعد ما انتهت المقابلة غادي بدح جمهور المغربي وغادي عدى قضي الملعب فاشكنوا قلسين نادو انضفوها وهذه اعطت واحد صورة رائعة على الجماهير المغربية اذا اخواني اخواتي حد ساعد المنتخب المغربي وكنت منو التوفيق في المقابلة دي المنتخب المغربي ضد المنتخب البلجيكي فتحية الجماهير المغربية تحية المغرب الأحرار اينما كانوا فدومتم في رعاية الله شكرا الحسن المتابعة شكرا الحضور دلكم الدائم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة 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 نمت منتدى وحبا حيشة في الأوطان ايه هنا هلوان لنا كل جدار تكرى كل نسان بالروحين بالجسدين أبا فتاة أبا ندار في الجاممة والأوطان عناس عيون عينية عيون عينية عغية روان موسيقى